بسم الله الرحمن الرحيم الرياضة المالية الوحدة الثالثة الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة تعرف الفائدة التجارية بأنها الفائدة التي تحسب بافتراض أن أيام السنة تساوي 360 يوم بمعنى هناك ما يعرف بالسنة التجارية لدى المتعاملين في أمور الاستثمار السنة التجارية عدد أيامها يساوي 360 يوم بينما السنة الطبيعية أو السنة الصحيحة عدد أيامها 365 يوم أو 366 يوم وبالتالي إذا حسبت السنة عند احتساب الفائدة على أنها 360 يوم يقال بأن الفائدة الناتجة هي الفائدة التجارية أما إذا حسبت السنة عند احتساب الفائدة على أساس أنها 365 يوم أو 366 يوم يقال أن الفائدة هي فائدة صحيحة الصيغة الرياضية الصيغة الرياضية للفائدة التجارية IC تساوي PV مضروبة في R مضروبة في D على 360 IC اللي هي الفائدة التجارية أو Interest Commercial أما R فهو معدل الفائدة السنوي لاحظوا هون حسمنا قضية الدورة بأن المعدل هو سنوي والسبب في ذلك أن المدة محسوبة بالأيام والأيام مقسومة على عدد أيام السنة التجارية وبالتالي D على 360 هي سنوات عدد الأيام على 360 يعني لما نقول مثلا عندنا 180 يوم من أصل 360 يوم 180 على 360 نصف نصف عام يعني المدة الناتجة بالسنوات ولذلك كان لابد من أن يكون معدل الفائدة السنوي لتطبيق هذه الصيغة الصيغة الرياضية للفائدة الصحيحة IS Interest Standard هي الفائدة الصحيحة IS تساوي PV مضروبة في R مضروبة في D على 365 إذن IS هي الفائدة الصحيحة Interest Standard R معدل الفائدة السنوي تمام وD هي المدة B الأيام طبعا إحنا أهل مرة ما قلنا PV تساوي المبلغ الحاضر أو المبلغ الحالي المستثمر لأنه هذا الرمز قد عرفناه في محاضرات سابقة ومع ذلك يعني سواء في موضوع أو في قانون الفائدة الفائدة التجارية أو في الفائدة الصحيحة منذكر بأنه PV هي المبلغ الحالي الحاضر للاستثمار تمام وكذلك هنا PV يعني منأكد نفس المعلومة المبلغ الحالي المتوفر للاستثمار طيب مثال خمسة اقترب شخص مبلغ عشر آلاف ريال من أحد البنوك بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا وذلك يوم 19 ستة ألفين وثلتعش على أن يقوم بالسداد يوم ثمانطاش اتناعش ألفين وثلتعش لاحظوا يا إخوان أنه PV أعطيت 10 ألاف ريال لاحظوا كذلك معدل فائدة بسيطة R يساوي 12% سنويا تمام الآن مدة الاستثمار لم تعطى ولكن أعطي تاريخين الاستثمار يقع بينهما بين 18 12 بين 19 6 2013 و 18 12 2013 طيب إذن إذن إيش المطلوب في هذا المثال المطلوب احتساب الفائدة التجارية المستحقة على هذا الشخص يوم السداد با احتساب الفائدة الصحيحة المستحقة على هذا الشخص يوم السداد طبعا الخطوة الأولى في الحل هي احتساب مدة القرض بالأيام لاحظ أنه يوم الاقتراض هو 19 6 2013 شهر 6 30 يوم من 2013 طبعا شهر 6 ثابت ما بيتغير ما عندي شهر فبراير حتى لو عندي شهر فبراير 2013 هذه لا تقسم على أربعة بدون باقي يعني سنة بسيطة وليست سنة كبيسة على كل حال شهر 36 يوم منشيل منه 19 يبقى من شهر 6 11 شهر 7 كامل 8 كامل 9 كامل 10 كامل 11 كامل شهر 12 دخل منه في مدة الاستثمار 18 يوم فقط مدة الاستثمار 182 يوم الآن منيجي للمطلوب الف القانون الفائدة التجارية IC Interest Commercial تساوي PV Present Value مضروبة في معدل الفائد السنوي R مضروبة في D وD طلعناها قبل شوي 182 يوم D على 360 التطبيق التطبيق 10 آلاف هذه PV مضروبة في 12% سنويا هذا معدل الفائد R 182 تقسيم 360 هذه المدة بالسنوات 182 تقسيم 360 هذه المدة طبعا بتطلع أقل من سنة حوالي نصف سنة تمام وبالتالي 10 آلاف 12% مضروبة في خارج قسمة 182 يوم على السنة التجارية 360 يوم ناتج هذه القسمة منضربه في 10 آلاف 12% الناتج النهائي أن الفائدة التجارية هي 606 ريالات و67 هللة أما المطلوبة فهو احتساب الفائدة الصحيحة طبعا الاختلاف هو فقط في أن السنة الصحيحة هي 365 يوم وليست 360 يوم مثل الفائدة التجارية وبالتالي 10 آلاف مضروبة في 12% مضروبة في خارج قسمة 182 على 365 هون قلنا 182 على 360 تمام إذن الناتج طبعا اختلاف بسيط طبعا هاي المدة بتطلع معاي سنة جزء من السنة كسر من السنة والناتج يساوي 598.36 ريال طيب احنا في هذا المثال لاحظوا أنه عندي مطلوبين ألف وبا طيب هل في الحياة العملية تحسب الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة في نفس الحالة الواقع لا إما فائدة تجارية وإما فائدة صحيحة متى تحسب الفائدة التجارية في الواقع ومتى تحسب الفائدة الصحيحة في الواقع العملي فإن الفائدة التجارية تحسب عندما تكون الفائدة لمصلحة البنك يعني لما البنك يقرض لما البنك يقرض فيحسب الفائدة تجارية يعني بيحصل على قيمة أعلى لاحظوا أنه الفائدة التجارية أعلى من الفائدة الصحيحة في نفس القرض وفي نفس المعدل تمام إذن عندما تكون الفائدة لمصلحة البنك فيقوم البنك باحتساب الفائدة التجارية يعني عندما يقرض بيحسب فائدة تجارية أما عندما يقترض البنك ويأخذ من المودعين وكما تعلمون فإن الودائع المصرفية عبارة عن قروض تقترضها البنوك من الأفراد في هذه الحالة تحسب الفائدة على أساس فائدة صحيحة بأن السنة هي عبارة عن 365 يوم حتى تدفع البنوك فائدة أقل إذن هي لمصلحة البنوك تحسب الفائدة بالفائدة التجارية ترجمة نانسي قنقر